أطلقت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي تستمر فعليته على مدار يوم وغدا وتعد مؤسسة شباب القادة مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة أيضا للربحة تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهارتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على قيادة المجتمعية والسياسية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب وتعمل المؤسسة من خلال برامج رئيسية هي برنامج القادة لدعم طلاب الجامعات المصرية أصحاب المهارات القيادية ومنصة الأنشطة الطلابية لدعم الأنشطة الطلابية وأنشطتهم فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني فمؤسسة شباب القادة الأهمية الكبرى التي تعملها أن يتجمع أكبر عدد من شباب الجامعات عشان يتنفسوا في ست قطاعات عندنا أنشطة طلابية محترمة الشباب بيشتغل فيها زي قطاع مهم اسمه قطاع التصنيع والإنتاج فهنشوف شباب مبتكر بيعمل صناعات بمختلف أنواحها هنشوف شباب إزاي بيقدر يعمل ويشتغل في الملف البيئي نشوف شباب إزاي بيقدر يشتغل في ملف من نازج المحكاة شايفين شباب بيشتغل في الملف البيئي شباب كمان تاني بيشتغل في ملف التضامن الاجتماعي أنا بحكم أن أنا كنت في لجنة التحكيم الخاصة بالمجال التصنيع الحقيقة أحتكيت بأفكار كتيرة ومشروعات الشباب بتقدموا بيها ألاف الشباب عادنا معهم شوفنا مشروعاتهم فيما يخص النشاط التصنيع وشفت الحقيقة مجموعة من الأفكار المبتكرة والمبدعة اللي قام بيها الشباب المصري بكل إيجابية وبكل فعالية وأفكار جديدة وأفكار محترمة لو قدرنا فعلا أننا ننفذها معانا أكتر من 500 نشاط طلابي على مستوى الجمهورية من إسكندرية الأسوان جماعات حكومة وجماعات خاصة وجماعات أهلية كل نشاط طلابي عندنا ست مجالات لأنشاط طلابي بتتنافس فيهم فكل واحد بيبتدي يشتغل على المحور اللي هو شغال فيه المجالات اللي احنا نشتغل فيها الطب والصحة العامة التكنولوجيا والابتكار التصنيع مجال التنمية البشرية المجال البيئي ومجال نماذج المحاكاة الجروب اسمه روبو كلاب احنا بنعمل ان احنا عندنا عايزين نعلم الطلاب ثلاث حاجات عندنا عايزين نعلمهم صوفت سكيلز انتربرنيرشيب والتكنيكال سكيلز اللي ممكن تبقى متواجدة مع طلاب ميكاترونيكس وكهرباء وطلاب كومبيوتر ساينس دول اكتر ناس شغالين عليهم حاليا عشان نعمل زي نأهلهم ان هما يقدروا يعملوا ستارتاة برويجكت لما يكبروا اشتركوا في القناة